مجهودات المغرب في مجال التفولة تحظى باعتراف دولي من منظمة اليونيسيف خصوصاً فيما يتعلق بالإصلاح التشريعي والتعليم والصحة هذا الاعتراف جاء بفضل تحسن المؤشرات المرتبطة بتحسين وضعية الأطفال في تمتعهم بحقوقهم الأساسية وفقاً للاتفاقية الأممية لحقوق الطفل التي صادقت عليها المملكة في 1993 غير أن هذه الجهود تصطدم بإشكالية الفوارق المسجلة فيما يتعلق بالفقر وتنمية الأطفال على مستوى الجهات والفئات الاجتماعية والإشكاليات الجديدة التي برزت بفعل التطورات السوسيو اقتصادية والديمغرافية خاصة التحديات المرتبطة بالاندماج الاجتماعي والاقتصادي للمراهقين والشباب ويثير ارتفاع ظاهرة الهدر المدرسي والسمرار ظاهرة تشغيل الأطفال وزواج القاصرات وإشكالية أطفال الشوارع قلقاً كبيراً بشأن وضعية الأطفال في المغرب خاصة في صفوف الفتيات وشرع المغرب هذه السنة في تنفيذ البرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة يتوخى إرساء حماية فعلية ومستدامة للطفولة المغربية ويمنع كافة أشكال الإهمال والاعتداء والاستغلال والعنف ضد الأطفال وتنبني هذه السياسة التي جاءت ثمرة مشاورات موسعة بين جميع الفاعلين المعنيين بحماية الطفولة على خمسة محاول استراتيجية تتمثل في تعزيز الإطار القانوني لحماية الطفل وتقوية فعاليته ووضع معايير للخدمات والممارسات ووضع أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة والنهوض بالقيم الاجتماعية الحامية لحقوق الطفل ووضع منظومات للمعلومات فعالة وموحدة للتتبع والتقييم الدوري اشتركوا في القناة